بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي نبدأ درسنا لهذا اليوم بسم الله فلنبدأ الصف والمرحلة التعليم الثانوي نظام المسارات الصف الثالث ثانوي الفصل الدراسي الثاني مادتنا المادة الجميلة والمحبوبة لدى الجميع مادة المهارات الحياتية موضوع درسنا لهذا اليوم التكيف مع الأزمات الاجتماعية الجزء الثاني معكم المعلمة ويئام عبد الرحمن أبو النجا ومعلمة لغة الإشارة الأستاذة نسرين النصار نبدأ تعرفنا في درسنا السابق على مفاهيم درسنا لهذا اليوم لدينا مفهوم الأزمة بارك الله فيكم والمفهوم الثاني الأزمة الاجتماعية نبدأ بمفهوم الأزمة ماذا تعرفنا عن الأزمة أو ما هو تعريفنا للأزمة بارك الله فيكم الأزمة حالة توتر تنتج هذه الحالة من بارك الله فيكم عن موقف طارئ ونقطة تحول في حياة الفرد والجماعة والمجتمع وتتطلب قرارا ينتج عنه مواقف جديدة تؤثر على مختلف الكيانات ذات العلاقة هذا هو تعريفنا للأزمة أنها حالة من التوتر ننتقل الآن الأزمة الاجتماعية ما هو تعريف الأزمة الاجتماعية أو ماذا نقصد بالأزمة الاجتماعية بارك الله فيكم مبدعين تعريف الأزمة الاجتماعية موقف طارئ يتعرض له الأفراد أو المجتمعات ويكون له تأثير على أفعالهم وعاداتهم ويعيق أداءهم الاجتماعي هذا هو تعريفنا للأزمة الاجتماعية ننتقل أيضا تعرفنا في درسنا السابق أنواع الأزمات من حيث تأثيرها على المجتمع تعرفنا على نوعان من هذه الأزمات أزمة محدودة التأثير وأزمة جوهرية التأثير ماذا أقصد بالأزمة محدودة التأثير؟ بارك الله فيكم أنها تترك بصمات ومعالم واضحة على المجتمع التي تحدث فيه عفوا أنها لا تترك أي بصمات أو معالم واضحة على المجتمع الذي تحدث فيه أما الأزمة الجوهرية تترك بصمة واضحة وأيضا تغيير في هذا المجتمع ننتقل الآن تعرفنا أيضا على صفات الأزمة ما هي صفات الأزمة؟ بارك الله فيكم أولا وقوع الحادث يكون فجأة دون أي توقع ثانيا بارك الله فيكم إحداث خسائر ما هي هذه الخسائر؟ خسائر مالية وخسائر مادية وبشرية ونفسية أيضا بارك الله فيكم تسبب في خلق مشكلات جديدة أيضا بارك الله فيكم يكون فيها معلومات قليلة ويكون هناك كثير من الغموض على هذه الأزمة أيضا أفقد السيطرة عليها أخيرا بارك الله فيكم التصاعد والتسارع في الأحداث نبدأ بأهداف درسنا لهذا اليوم حققنا بعض الأهداف في درسنا السابق نكمل تحقيق الأهداف في درسنا لهذا اليوم نبدأ أن أعرف مفهوم الأزمة ثاني هذه الأهداف أن أوضح مفهوم الأزمة الاجتماعية ثالثا أن أحدد صفات الأزمة رابعا أن أحل الأنواع الأزمات من حيث التأثير على المجتمع أيضا أن أبين طرق التعامل مع الأزمات أخيرا أن أعدد خطوات الأسلوب العيمي والمنهج المتكامل لمواجهة الأزمات نبدأ طرق التعامل مع الأزمة أولا لدينا هنا سوف نتعرف على طرق لأتعامل مع هذه الأزمة أول هذه الطرق طريقة فريق العمل نقرأ سويا أول هذه الطرق طريقة فريق العمل هي أكثر الطرق شيوعا واستخداما للتعامل مع الأزمات حيث يشكل فريق من خبراء متنوعين التخصصات في مجالات مختلفة ومتأثرة بالأزمة بهدف تقييم كل عنصر من عناصر الأزمة من كافة الجوانب ومن ثم تحديد آلية التعامل معها وصولا إلى حلها بالشكل العيمي السليم ثاني هذه الطرق طريقة الاحتياطي تقوم هذه الطريقة على أساس تحديد المنطقة الضعيفة التي يمكن لعوامل الأزمات اختراقها ومن ثم إعداد احتياط وقائي يمثل حاجزا إضافيا وقائيا لمواجهة أي اختراق للمناطق والحواجز المحددة ثالث هذه الطرق طريقة المشاركة المجتمعية وتقوم هذه الطريقة على الإفصاح عن وجود الأزمة وعن مداها وعن خطورتها وعن الخطوات التي اتخذت في سبيل التعامل معها وتحديد المطلوب لنجاح خطة المواجهة بمشاركة الجميع رابع هذه الطرق طريقة الاحتواء تعتمد هذه الطريقة على محاصرة الأزمة أو حصرها في نطاق محدود وتجميدها أو تحويل مسارها مرة أخرى تعرفنا على طرق التعامل مع الأزمات أول هذه الطرق طريقة فريق العمل وهي الأكثر شيوعا بين أوساط المجتمع تقوم هذه بحل الأزمة عن طريق تشكيل فريق خبراء لحل كل عنصر من عناصر الأزمة أقوم بوضع فريق عمل ليقوم بحل كل عنصر من عناصر هذه الأزمة الطريقة الثانية طريقة الاحتياطي ما هي هذه الطريقة؟ هذه الطريقة تقوم على أساس تحديد المناطق الضعيفة أقوم بتحديد المنطق الضعيفة ثم أقوم بإعداد حاجز احتياطي وقائي ثالث هذه الطرق طريقة المشاركة المجتمعية ما هي هذه الطريقة؟ الإفصاح عن وجود أزمة أفصح للمجتمع عن وجود أزمة نقوم بحلها سويا ومشاركة المجتمع لحل هذه الأزمة أخيرا طريقة الاحتواء طريقة الاحتواء تعتمد على هذه الطريقة على محاصرة الأزمة أقوم بمحاصرة الأزمة وتجميدها أو تحويل مسارها مرة أخرى هناك أربع طرق طريقة فريق العمل أيضا الاحتياطي والمشاركة المجتمعية أيضا مبدعين طريقة الاحتواء ننتقل الآن فائدة المساندة الاجتماعية تعني إن علاقاتنا مع الآخرين توفر لنا وسائل مهمة في مواجهة مستويات الضغوط والأزمات كافة فالمساندة الاجتماعية لها دوران رئيسان في تأمين الحماية النفسية والاجتماعية من خلال شبكة العلاقات التي نمتلكها مع الآخرين ومن خلال مواجهة أحداث الحياة وأزماتها المتلاحقة بشكل إيجابي وبفعالية ننتقل الآن إلى خطوات الأسلوب العلمي والمنهج المتكامل لمواجهة الأزمات لدينا أربع خطوات أول هذه الخطوات تقدير بعدها تحليل بعدها تخطيط بعدها التدخل نبدأ بالتقدير تقدير الموقف والدراسات الميدانية لأبعاد الأزمة ثانيا تحليل الموقف والدراسات التحليلية للأزمة ثالثا التخطيط العلمي والمتكامل للتعامل مع الأزمة أخيرا بارك الله فيكم التدخل الفعلي لمعالجة الأزمة مرة أخرى الخطوات أولا تقدير الموقف ثانيا تحليل هذا الموقف ودراسته ثالثا التخطيط العلمي والمتكامل لهذه الأزمة بعدها التدخل الفعلي لمعالجة هذه الأزمة ننتقل الآن تعرفنا سويا على خطوات الأسلوب العلمي والمنهج المتكامل لمواجهة الأزمة أول هذه الخطوات بارك الله فيكم مبدعين تقدير الموقف والدراسات الميدانية لأبعاد الأزمة ثاني هذه الخطوات بارك الله فيكم مبدعين هي تحليل الموقف والدراسات التحليلية للأزمة ثالثا تخطيط الموقف بارك الله فيكم التخطيط العلمي والمتكامل للتعامل مع الأزمة أخيرا بارك الله فيكم مبدعين التدخل الفعلي لمعالجة الأزمة ننتقل الآن سؤال نفكر سويا هل قد تعود الأزمة وتظهر بعد الانحسار هل ستعود هذه الأزمة بعد حلها نعم أم لا بارك الله فيكم مبدعين عفوا قد تعود الأزمة للظهور مرة أخرى بعد انحسارها أو انتهائها بشدة وبطريقة جديدة نوعا ما وقد تكون أشد من السابق لكن ما يميز مرحلة المواجهة الثانية أن المجتمع أصبح يمتلك بعض المعلومات المفيدة عنها وعن طرق التعامل معها مما يقلل خسائرها المحتملة نعم قد تعود هذه الأزمة وقد تكون عودتها شديدة ولكن المجتمع يكون لديه كثير من المعلومات ويستطيع أن يتصدى لهذه الأزمة ننتقل الآن سؤال آخر ما هي أول مرحلة من مراحل علاج الأزمة؟ لدي أزمة ما هي أول هذه المراحل؟ بارك الله فيكم أول مراحل علاج الأزمة الاعتراف بوجود الأزمة أعترف بوجود أزمة موجودة في المجتمع الاعتراف بالأزمة يعد أول مرحلة من مراحل علاجها بينما إنكارها أو تجاهلها يزيد من تفاقمها إثراء فايروس كورونا كوفيد 19 شهد نهاية عام 2019 ميلادياً تفشي فايروس كورونا كوفيد 19 المستجد في الصين ثم بدأت الجائحة بالانتشار في جميع دول العالم تقريباً والمملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها الحكيمة أدركت أنه لا بد لها من أن تتجاوز جميع الحدود التقليدية لكي تقوم بمواجهة هذه الأزمة على أكمل وجه والاستعداد لتباعاتها لأنها ليست مجرد عارض صحي عالمي قوي وحسب بل هي جملة عوارض اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ودينية ناهيك عن إنعكاساتها على البيئة وعلى الجوانب النفسية والسلوكية للناس وعلى التعليم وعلى سائر أوجه الحياة المدنية ننتقل الآن إلى تقويم الدرس السؤال الأول قارن بين كل من الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية من حيث أوجه الشبه والاختلاف بينهما لدينا أزمتان الأزمة الصحية وأزمة اقتصادية هناك أوجه شبه ما بين الأزمة الصحية والاقتصادية وأوجه اختلاف نتعرف على أوجه الشبه وأيضاً أوجه الاختلاف ما بين الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية نأخذ دقيقة للتوصل للحل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بارك الله فيكم الأزمة الصحية تأثير واسع النطاق تتطلب تدخل حكومي بالنسبة للأزمة الاقتصادية أيضاً تأثيرها واسع النطاق أيضاً تتطلب تدخل حكومي بالنسبة لأوجه الاختلاف بالنسبة للأزمة الصحية بارك الله فيكم من أوجه الاختلاف تحتاج للتدابير وعلاجات طبية أحتاج فيها إلى علاجات طبية بالنسبة للأزمة الاقتصادية بارك الله فيكم تحتاج إلى سياسات مالية ننتقل للسؤال الثاني عدت بعض الأزمات العالمية وأذكر كيف تم التعامل معها للتقليل أثرها واكتب مقترحاتك حولها لو كنت مسؤولاً هنا ينقسم السؤال إلى الشقين أولاً أذكر أزمة تعرضت لها بلادي عالمياً أيضاً أكتب كيف تصدينا لهذه الأزمة أيضاً أكتب مقترحي حول هذه الأزمة لو كنت مسؤولاً نأخذ دقيقتان لحل هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر تم فيها فرض الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي إلى جانب تطوير اللقاحات ودعم الأنظمة الصحية هذا بالنسبة لجائحة كورونا ماذا يمكن أن نقترح بشأنها؟ أولاً تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات والخبرات وتحسين حالة الاستعداد لمواجهة الأوبئة ننتقل للأزمة العالمية الثانية الأزمة المالية العالمية لعام 2008 تم فيها تقديم حوافظ اقتصادية وإنقاذ البنوك ماذا يمكن أن نقترح حلولاً لهذه الأسماء؟ تشديد الرقابة على الأسواق المالية وتعزيز الشفافية ودعم الاقتصادات الصغيرة ننتقل للسؤال الثالث أربط كل عبارة في المجموعة ألف بما يناسبها في المجموعة ألف نبدأ بالمجموعة ألف عدم كفاية الخدمات لمنطقة ما ثانياً قلة الوعي بالضوابط الصحية ثالثاً هبوط الأسهم العالمية انتشار العلب البلاستيكية في الحدائق العامة أخيراً هجرت أفراد من مواطنهم الأصلي إلى بلد آخر مجموعة باء أزمة سياسية أزمة اقتصادية أزمة صحية أزمة إدارية أزمة بيئية أزمة اجتماعية أزمة أسرية هنا لدينا بعض من الأزمات أقوم بتصنيفها عدم كفاية الخدمات لمنطقة ما تعد أزمة بارك الله فيكم مبدعين تعد أزمة إدارية ثانياً قلة الوعي بالضوابط الصحية تعد بارك الله فيكم أزمة صحية هبوط الأسهم العالمية تعد أزمة بارك الله فيكم تعد أزمة اقتصادية انتشار العلب البلاستيكية في الحدائق العامة تعد أزمة بارك الله فيكم تعد أزمة بيئية هجرة أفراد من موطنهم الأصلي إلى بلد آخر تعد أزمة بارك الله فيكم مبدعين أزمة سياسية ننتقل للسؤال الرابع باستخدام خطوات الأسلوب العلمي والمنهج المتكامل في التعامل مع الأزمات حدد أزمة اجتماعية قد تحدث خلال الأعوام القادمة في العالم وقدم حلولاً لتفاديها أو التقليل من أثرها نبدأ خطوات الأسلوب العلمي والمنهج المتكامل لمواجهة الأزمة تقدير الموقف والدراسات الميدانية لأبعادها تحليل الموقف والدراسات التحليلية للأزمة ثالثاً أقوم بالتخطيط العلمي والمتكامل للتعامل مع الأزمة أخيراً التدخل الفعلي لمعالجة الأزمة الأزمة نأخذ مثال بالنسبة للتقدير مشكلة الإنعزال عن المجتمع تحليل الموقف والدراسات التحليلية لهذه الأزمة معرفة أسباب هذا الإنعزال لكي أقوم بحل هذه المشكلة ثالثاً أقوم بتحليل هذه الأسباب والتخطيط لحل هذه الأزمة عبر وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة التدخل الفعلي لمعالجة الأزمة يكون عبر البدء بتنفيذ الحلول المقترحة وبذلك حققنا جميع أهداف درسنا لهذا اليوم حققنا الهدف الأول أن أعرف مفهوم الأزمة أيضاً أن أوضح مفهوم الأزمة الاجتماعية ثالثاً أن أحدد صفات الأزمة رابعاً أن أحل الأنواع الأزمات من حيث التأثير على المجتمع خامساً أن أبين طرق التعامل مع الأزمات أخيراً أن أعدد خطوات الأسلوب العلمي والمنهج المتكامل لمواجهة الأزمة وبذلك انتهينا من درسنا لهذا اليوم سعيد بتواجدي معكم أراكم قريباً إن شاء الله